الى الان هي صورة طبيعية لحركة دخول الموظفين والمراجعين الى مبنى القصر البلدي دقائق قليلة وتسقط قاذيفة الحرية لتجرد صورة من طبيعتها اربعة شهداء مدنيين بينهم امرأة واكثر من عشرة مصابين منهم من حالته حرجة عمل اجرابي جبان استهدف الاسر البلدي استهدف مركز حكومي بامتياز المواطنين الموظفين والمراجعين الاسر البلدي ثلاث صواريخ مجرمة ادت لاستشهاد موظفين من المحافظة وثلاث مدنيين لازمهم ان يرجعون لقضايا عملية ووظيفية عشر جرحة جراح البعض خطيرة وان شاء الله بتماسل الشفاء العجل لكن نقول رغم كل ما يفعلونه رغم كل ما يؤذون به الانسانية سنبقى موجودون سننتصر على الارهاب اول ما ادخلنا بلشت خزائف الهاون اجت اول خزيفة رقدنا ما بعرف انا رقدت وشفت دمعة كتفي وراحت ايد الفيتي نبنى ككل بين اصل البلدي وراجعين وبنجر الجوازات اذا هي الاصابات المباشرة التي حققها المرتزقة بحسب ادعائهم بعد التكبير فمنذ اعلانهم للنفير لم يسلم من ارهابهم لا الصغير ولا الكبير شادي حلوة تلفزيون عربي السوري حلب شكرا